تحية لحضراتكم والنهاردة هنبدأ في حلقات العيد النهاردة هنعمل وصفات إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم سريعة وبسيطة وخلينا نخلي تقيل لبكرة زي ما بيقولوا هنعمل بكرة برضو حلقة مميزة إن شاء الله يكون فيها الكوارع لكل محبي الكوارع نعمل فتة كوارع رائعة من أول مما بنخسلها لحد ما بتطلع طبق فتة بالكوارع رائع إن شاء الله النهاردة هنعمل كبدة هنعمل كبدة بما أننا يعني الناس اللي بتضحي وبتعمل القطحية بتاعتها فبيبقى دايما أول حاجة بتبقى الكبدة والكلاوي والقلوب خلينا نعملها كده في ورقة لطيفة بشوية توابل جميلة تطلع ورقة كده في الفرنة حلوة أو عايزين تشوحوها في الجرال اللي يعجب حضراتكم هنقول على المقادير ونبدأ فيها نقول باسم الله ونشوف باقي الوصفات معنا النهاردة حلقة جميلة إن شاء الله طيب أول حاجة ورقة الكبدة عندي كبدة شرايح أنا حطى معايا في قلوب وفيه كمان كلاوي عندي فلفل ألوان متقطع شرايح وعندي فلفل حار مفروم ولو مش عايزين حار ممكن يبقى فلفل رومي يفيش مشكلة بس الحار مهم لأنه بيدي طعم ونقأ هقول لكم يعني ما يبقاش حار قوي إزاي وإحنا بنحطه عندي بصلة متقطعة برضو شرايح جوليان وعندي نص كباية من عصير الليمون عندي معلقة خل عندي ربع كباية من دبس الرمان معلقة كبيرة من الكسبرة الجفة عندي كامون وبهارات اللي هي السبع بهارات عود قرفة فاصل مستيكا حبهان باودر رشة سكر وملح وفلفل الكبدة طالما هي فرش ولسه حالا جاية طازة ما بتتغسلش عشان بس نبقى إيه يعني مع بعض في وجهة النظر دي سوا إن شاء الله الكبدة مش بنخسلها طالما هي لسه يعني فرش ولسه دلوقتي حالا متقطعة وتمام طيب الحالة الوحيدة اللي لما بنحاول نعمل الموضوع ده لما بتكون عندي في الفريزر مثلا وببدأ أديها عصير لمون وأسيبها فيه شوية عشاء سننا يعني أتخلص من أي حاجة فيها من خلال إيه التتليج في الفريزر طبعا الكبدة لها فوائد كتير إحنا عارفين لإن هي أصلا أكتر حاجة بتقوي الجهاز المناعي في الجسم وفيها نسبة حديد كويسة جدا وبتحد من أمراض كتير جدا لصحة الجلد كمان يمكن دي حاجات إحنا ما نعرفهاش كمان هي حاجة سبحان الله بتصرع في التقام الجروح يعني هي من الحاجات المفيدة مفيدة جدا لصحة الدم مشاكل الأنمية كلها عند الكبار والصغيرين والحوامل بتحافظ تخيلوا على العين لها فوائد حلوة لصحة العين بتدي كمان شعور للسعادة اللي بيأكلوا الكبدة فيه ناس يعني بتعصر على الكبدة دي وهي لسه مدبوحة حالا اللمون وبيأكلوها هي من الأطعامة بجد كويسة وهمة جدا لمشاكل الأعصاب كمان تلاقينا كده لما يبقى فيه مشاكل في الأعصاب الدكتور يقول إيه يعني ناخد ناكل الكبدة مع الحاجات اللي بتعزز الأعصاب فيتامين بي أو مجموعة بي 12 بي يعني بي كومبلكس اللي هو بي سيكس وكل الحاجات اللي إيه اللي إحنا بنتكلم عنها فنهار دي احنا هنعمل حاجة إن شاء الله تنقل إعجاب حضرانكم أنا عندي هنا باللكبدة هاخد كده رشة واحدة بس من زيت الزتون معلقة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم هنزل فيها البصل ياخد تشويحة بسيطة قوي والفلفل للألوان وهاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم تقليبة كده حلوة أنا كل ده مش عايزة أسويه على النار لكن عايزة أديله صدمة بس وطبعا الخضار ده بيتاكل معها بيبقى جميل سواء في العيش أو مع رز أبيض مثلا أو بتتغمس براحتك وتتحط في أرغفة كده بتبقى جميلة أو يتتاكل في العيش البلدي مع شوية طحينة بتبقى رائعة عندي رشة بسيطة كده من الملح رشة بسيطة كده من الفلفل وهاجي هنا عندي للكبدة بسم الله هحط الكبدة والقلوب هنا وأنا يا دوب هقلب تقليبة كده حاجة بسيطة كده وعندي الفرن جاهز بس تشم النار شوية مش كتير عشان أنا مش عايزة بحتة بدأت تطلع هاخد شوية عصير الليمون كده وهبدأ في التوابل بتاعتي اللي احنا ارتفقنا عليها اللي احنا قلنا عليها دلوقتي وممكن عود القرفة ده نحطه معه ورقة دي رشة كده بسيطة من الحبان مش كتير هاخد عود قرفة الفلفل لو مش عايزين نحس ان هو حامي قوي لو يعني عايزين نحطه يدي بس طعمه وريحة هعمل كده ثلاث فتحات كده فيه وهحطه زي ما هو لو انا قطعته هيفضل حار طب لو اتخلصت بالنسبة شوية من البذور لجواه هبقى اتخلصت في جزء من الحرارة لجواه لكن هيفضل فيه نسبة الحر طيب هاجي هنا هقلب كده تقليبة بسيطة كده اخر حاجة هحطها بس دي بقى في الورقة لما هعملها دلوقتي في البايريكس هي شوية دبس الايه الرومان ممكن لو مش عايزين تضفوه ما تضفوهوش مش هتحتاجو هيبقى طعمها حلو من غير برده بس هو بيض فيه كده لمسة جميلة وطعم جميل او ممكن بديل لي لو مش موجود نحط مثلا معلقتين سوية سوس بتبقى رائعة كده هده القرفة هاخد كده الباقي مع الورقة هعمل كلقاتي هلت كده تقليبة سريعة وهاخد رشة بسيطة للملح تاني ورشة بسيطة للفلفل احنا قتبنا الخضار فبالطبيعي طالما اضافنا الكبدة هنحط شوية من التوابل دي مع طبعا البهارات السبع بهارات مع ود قرفة مع الحاجات الجميلة اللي احنا حطناها هتعلوا بقى كده هاخد هنا كده هتبدأ تنزل الماء بتاعتها انا عايز اتنزلها وهي في الورقة بتاعتي في الفورن فهاخد كده بايريكس بسم الله الرحمن الرحيم آن الان وهامل كلقاتي ورقة الفويل الأول ببني عبارة منزل ورقة الزبدة عشان تبقى هي الملامسة للكبد وهاجي كده بسم الله الرحمن الرحيم هاخد ورقة الكبد بالخضار ده كله حاضر شايفين ازاي وهاخد بقيت اخر معلقة بس من اللبس الرمون هم معلقتين مافيش اكتر من كده وهقفل الورقة دي بصوا بقى هعملها كده لو انا عملت الورقة دي مثلا قفلتها خالص كلها هتستوي تبقى كأنها كده مطبوخة يعني البخار كتير جواها مكتوم قوي فتبقى مش تحسوها كده زيل ما شوية في الفرن وناشفة السوايل بتاعتها فلازم اسف فيها كده شوية مسافة كده علشان تطلع يعني سواها حلوية مش تاخد وقت كتير هنسابها حوالي 12 دقيقة وربع ساعة ولا حاجة تزبط كده في الفرن الفرن 180 على الشبكة في النوس هندخلها سوا بسم الله الرحمن الرحيم كده اوكي كده ما هو ايه تمام يلا مين هندخلها بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونسيبها شوية كده لعشر دي ربع ساعة وتطلع ان شاء الله تبقى تتاكل بألف هنوشفة هنقفل بقى ترجمة نانسي قنقر